سابت، نهاردة صبري وسابت هنتكلم معاهم في أمور كثيرة جداً حلقة مليئة بالتحليلات والأرقام والحالات اللي حضراتكم هتحبوها سابت خليني أبدأ معاك ورأيك في نتيجة المباراة أمس وتعامل مارسيل كولير مع المباراة والفريق من بين أداء النادي الأهلي في الشوت الأول والشوت الثاني شاف أن هي نتيجة جيدة نتيجة أن أنت بتتعادل مع فريزة التراج في رادس نتيجة جيدة يعني كويسة جداً ولكن نتيجة سفر سفر برضو نوعاً ما في مباراة الإياب محتاجين أنه هم حاجة أن أنت ما يدخلش فيك أهداف لأنه لو دخل في الجوم بتبقى محتاج جنين هم حاجة أن أنت محتاج في مباراة الإياب أن أنت تكسب بأي نتيجة فأنا بشوف أن كولير اتعامل مع المباراة تراجزة جداً 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 مباراة التراج مباراة اللي شاف مباراة سانداونز والتراجي اللي هي في المباراة اللي قابلها في نص النهائي سانداونز والتراجي سانداونز كان فاتح الجيم فنزل فاتح الجيم بيلعب بلعب استحواز بيعمل ضغط عالي فقدر ان التراجي يخطف جون في مباراة الزهاب ويخطف جون في مباراة الاياب كولر انا شاف ان هو ذاكي ان هو فاجئ مدرب التراجي ميجيل كاردوزو فاجئه ان النادي الاهلي لعب باسلوب دفاعي أو بتاكتك دفاعي أو بتنظيم دفاعي ممتاز طوال المباراة طوال المباراة بتشوف حسين الشحات قدام كريم فؤاد بتشوف بيرسي تاو قدام محمد هاني الأجنحة ممتازة بتشوف التلاتة اللي في وسط الملعب سواء أكرم توفيق سواء إمام عشور أو ماروان عطية متكتلين بصورة ممتازة فأنا شايف أن كولر هو اللي فاجئ كاردوزو هو اللي تفوق عليه وكان هو حطت أن آخر عشر دقائق أن أنا هنزل أفشة ممكن بقى يقولك أفشة كان ينزل بدري شوية آه ممكن بس الراجل برضو كان فكره أن أفشة ينزل في آخر عشر دقائق يعمل لك الاستحواس تكون لعيبة التراجي تابت وده فعلا اللي حصل أن التراجي وقع بدنيا تماما في الشط التاني من كتر الالتحامات والمباراة كانت صراع بدني وتكتيكي من التراز الأول لعيبة التراجي وقعت في الشط التاني بس هنا ممكن حد يسألك يا أحمد يقولك يعني إيه مفاجأة أن أنا أدافع مش حاجة اسمها كده مفاجأة الفكرة أن النادي الأهلي معروف عنه كولر أنه هو مدرسة هجومية على طول ضغط عالي والنادي الأهلي أسلوبه من أول البطولة هعمل ضغط عالي وههاجم وحاجم إجوان وماتشات ثلاثة واربا حتى ملعبنا مازمبي رحنا هاجمنا لكن الماتش الوحيد اللي النادي الأهلي دافع فيه طوال المباراة يعني معادة بعد أوقات الشط التاني آخر نصف ساعة في الشط التاني مباراة الترجم بيرح وده شطرة من كولر المباراة النهائية التاريخ مش هيفتكر أنا هتبسط بإيه لما أنا أفتح الجيم وأخسر واحد سفر أخسر اتنين واحد يعني أخسر بنتيجة هتتبسط بإيه إن أنا أفتح جيمي وإن أنا أعمل محاولاته لكن المباراة النهائية ديت بتلعب على تفاصيل صغيرة يعني كورة مثلا إمام عشور لو كانت دخلت كانت هتبقى واحد سفر كورة مثلا حسين الشحات الشلطة لو كانت دخلت كانت هتبقى واحد سفر وهقول لحداك على حاجة برضو مهم ما أوي يا جماعة أنتوا حسيتوا إن بهجمة للتراجي طول المباراة جره هجمة واحدة اللي هي كنا بنلعب فيها بعشرة اللاعبة بعد يصابت عليه معلول فده نجح من كولر هجمة واحدة بس للتراجي طول المباراة على ملعبه هل هي اللمسة الدماغ وتروح للورا واللورا يدخي رجحها لللي في النص أو يجحها بالجود زي ما بس إحنا كمدرب كمدرب ككولر إنت دورك كان إيه في الماتش ده إن التراجي بلعب على ملعبه ما رحوش علينا غير بكرة واحدة بس ما بتقول معه برضو خلينا نقشك في هذا الأمر لأنه ما هو ده اللي حصل برضو مع سانداونز يعني أقصد إن سانداونز في المباراة الأولى فاز عليهم التراجي واحد سفر أو كل حاجة ولكن التراجي ما رحش غير بكرتين كرة جات جون وكرة جات جنب العرض مع الفارق إنه في كرة الوحيدة اللي جات على مرمانة كنا بنلعب ومعلول مصاب كنا بنلعب عشرة لعيبة يعني إحنا لو معلول كان موجود ما كانوش رحض لكرة دي فإحنا فده يحسب لكولر يحسب لكولر مش عارف ليه ما حدش تتكلم في الموضوع ده من مباراة إن لا الناس هتروح في سكة البعض هيروح في سكة إن الأهلي أصلا هم بيدوك حق إن الأهلي كان مفروض آه إحنا كنا مفروض نكسل آه مفروض آه النادي الأهلي طبعا مفروض بس مش اللي هو مش هتحسسني إن خلاص إن كولر وحش عشان ما أكسبش لأ جماحنا باللعب التراجي فرادس باللعب التراجي فرقة جبيرة لأ وخالبارك فريق كبير واللي واخد باله من الماتش تكتكيا يا صبري برضو تيجي تبص للكرة آه ما عرفش يعني يمكن هشو راح بيبص للماتشات دي بطريقة مختلفة أنا بشوف إن اشتركوا في القناة